السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بيكم في فيديو جديد من قناة المستر قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصل لك ايه حل الامتحانات المهمة اه النهاردة هنقدم لكم حل كتاب المعاصر المراجعة النهائية للسنة تالت عدادي هنحل في انتحانين للامتحان التالت والرابع من صفحة مية وتلاتة لمية وايه وتمانية انتظرونا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنكمل حل يكتاب المعاصر للمراجعة النهائية سنة تالتة عدادي اه تست ثري الاختبار الايه التالت صفحة مية وتلاتة اول سؤال عندنا اللي هو المحادسة ده عشان تحل المحادسة لازم تقرأ راس المحادسة كويس وتقرأ وتشوف مين بيكلم مين وتقرأ المحادسة مرتين عشان تفهمها اشرف اند رامزي ار توكينج اعباوت فوتبول بيتكلموا عن الكورة يبقى الكلام كله عن الكورة اشرف قال له ما رياضتك المفضلة رامزي قال له انا بحب كرة القدم سأل سؤال رامزي فاشرف قال له نعم بالطبع فاشرف سأل سؤال فقال له ايه بقى رامزي قال له اتمرن عليها او بمارسها خمس مرات في الاسبوع كرة القدم دي يعني وير دي وبلاي ات اشرف سأله اين انت تلعبها رامزي قال له رد عليه فهنا اشرف قال له هاو ميني بلايرز كمعدد اللاعب ارذير انا تيم في الفريق نشوف كده اول واحدة يلا واتس يور فيورت سبورت قال له ايه 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 بلايك بلايك فوتبول يبقى هنا ايه هو راح رامزي سأل سؤال ايه بقى معنى كده نقول له ايه هل انت كمان بتحب الكورة يبقى دو هل انت يعني يبقى دو يو لايك ايه بقى فوتبول او دو يو لايك بلاينج فوتبول انت كمان زي كده بتحب الكورة يعني قال له اف كورس اشرف راح سأله سؤال رد عليه رامزي اي براكتس ات انا امارسها يعني بلعبها يعني خمس مرات في الاسبوع يبقى ايه هنسأله نقول له كم عدد المرات نسأله على five times the a weekday يبقى هاو كم عدد المرات يعني ايه فاكرينها هاو اوفن كم عدد المرات وبعدين بلايك براكتس مدارة نجيبه فعلا مساعد دو وقايته حاول ايه هاو اوفن دو يو براكتس ات السؤال اللي بعد where do you play it اين انت بتلعبها فمش محددلي هنا اقول اي حاجة in the club in the playground لو قلت in the street صح برضك ما ما قلليش حاجة هنا يعني ايه محددني بيه in the club في النادي طيب السؤال الاخير هاو مني بلايرز كم عدد اللعيبة are there in a team في الفريق ها نقوله ايه 11 حداشر خلاص ممكن تكتبها بالحساب لو عايز عادي يعني السؤال للمواقف هنا number one كريم is at home كريم في المنزل you are not you are uncertain انت غير متأكد يعني عايز تعبر عن عدم متأكدك ان هو في المنزل فهنقوله ايه بقى كريم might be at home ممكن نستخدم حاجة تانية اه ممكن نقول ايه not sure that كريم is at home غير متأكد ان كريم في المنزل number two ask your friends recommendation ليه توصية اطلب من صديقك ايه يوصي لك to be fit ازاي يعني تبقى ايه لائك بدنيا اسهل حاجة نقوله ايه what is the best way to be fit عايز تقوله حاجة تانية what do you recommend me to be fit كل الدولات صح السؤال اللي بعده your friend invites you to his birthday party صديق يدعوك لياه للحفل ايه عيد ميلاده you agree هتقول ايه i agree ما فيهاش حاجة خالص او i'd love to come i'd love to come حب ان ايه اقتي القطعة بتاعتنا هنا بيقول ايه ايه دي ما فيهاش حاجة ولا كلمة صعبة ان بقول ايه امس ياسر دي ايه فيزيت مي كازين محسن زرت ابن عم ايه محسن في منزله ديميرة حبية عرفت انه مهتم بالقراءة معلش اقول لكم معنيها عشان تفهموها بس اعطاني ايه بقى ريبورت تقرير توريد واحد اسمه جيمس دايسون اتولد سنة سبعة الف وتسعمائة سبعة واربعين يعني بقى سيكستي ستين الاس دي بقى معناها الستنات في الستنات يعني سنة الف وتسعمائة وستين واحد وستين وان وستين دايسون استدد اه هاو تو ديزاين درس كيف هيوصمم اشياء اتع يونيفورستي ان لندن يصمم الاشياء فين في جامعة لندن دي كد درسته في السبعينات اللي حصل هي بجان تو انفينت ماشينز بدأ يخترع ايه مكينات تو هلب بيبول ان ذهاء والساعد الناس فين في المنزل يعني زي تنظيف وكده اه خلاص اكثر اختراع مشهور بالنسبة له هو نوع من ايه كات مختلفة بكوز ما كانش محتاج ايه بقى اه كياس اه ليه عشان تضع فقل ايه الغبار بتاع الترابة يعني دايسون دا ايه كسب ايه بقى ميني برايزيس جوائز كتير فور هز انفينشنز الاختراعاته سينس ديس سايمونز هزا الوقت دايسون هاز انفينتد اختراع اشياء تانية تو ميك تينجس ايزر خلي الاشياء سهلة بالنسبة للناس يعني تسهل عليهم حياتهم اندي هاز اولسو ريتين بوكس وكتب ايه كتب ايه ايه اباوت الدرس ايه تصميم الاشياء ها درس فين ادي الاجابة ايه من القطعة اياتة اونيفرستي ان لندن جامعة في لندن تمام اعطي اسم لهزا القطعة عممكن نسمى دايسون تمام على اسم ايه رجل مخترع ديه الاجابة دايسون ما رأيك في الرجل ده جيمس دايسون ده انه ايه ممكن واحد يقول ايه كليفر ماهر ممكن اقول ايه هو ايه زكي كده سمارت سمارت لا معنين زكي وانيق نمبر فور are given to people for their inventions تعطى للناس بسبب اختراعاتهم اللي ايه بقى الجوائز برايزيس نمبر فايف دايسون وون ميني برايزيس for his invention كلمة وون دي كان بيري بليز يمكن ان تحلم محلها كلمة ايه جوت خلاص نشوف بقى اسئلة القصة ايه توسيل في القصة بلاك بيوتي الحصان بلاك بيوتي ده مالو بقى هلو بقى نشوف ايه اللي الناس بو هنا تعليم يشد اللي ايه العربية يبقى دية بي جينجر الحصان جينجر ده ايه was a thoughtful horse حصان كده ايه مخلص كده ايرل ايرل دي لقب لقب مهم لراجل مهم في انجلترا زي باش عندنا زمان كده دكتور وايت مالو بقى ركب الحصان بيرتويك بارك يبقى ركب بلاك بيوتي ديت رود بلاك بيوتي السؤال اللي تحت بقى تفكير النقدي what do you think people should do with horses الناس يجب تكون ايه مع الحصانة يعني تعمل ايه يبقى people should be kind with horses يكونوا عطفين مع الحصانة تمام ماشي نشوف بقى اللي بعده وده سؤال زكي جدا who is the worst character من اسوأ شخصية in this سؤال جديد يعني قد الاجابة ديت the root driver الصائق الواقع فاكرينه ده اللي ضرب الحصانة بشدة جدا يبقى ليه because he hit the horses a hard وطبعا رفض انه ايه ايه يتوقف عن ضربهم هنكمل بقى صفحة 105 بقية التست ان الاختياري number one deaf students families and friends اصدقاء واسر الطلاب اللي هما ايه دف اصامة يعني ماشي are encouraged يعني حاسة السماء ايه عندهم عندهم مش حاسة السماء يعني are encouraged يتم تشجيحهم الاسر والايه والاصدقاء دولت to not sign language لغة الاشارة لهم ايه يبتكروا اشارات ماشي to make up خلاص i lost number two i lost my and fell on the ground يعني فقدت ايه واقعت على الارض يبقى balance توازني number three ايه جوالي انا عادة revision revision دي تاخد do do revision اعمل مراجعة at home with my father مع بابايا number four use the malware to cut the grass عشان تقطع الايه الاعشاب in the garden الحشائش يعني long malware اللي هو الاقلة اللي بتقطع الايه الحشائش number five some robots are able to بعض الايه الانسان الالي اللي ما لهم بقى قادر علي بقى ايه بقى ايه بقى يو يبقى ريكو جنيز يو يتعرف عليك انما دي توق تاخد to walk تاخد to walk تاخد to نشوف rewrite عيد كتبت الجمل باستخدام الكلمة بالاكواس I've got fewer photos than you انا معايا الصور اقادل منك استخدم ايه استخدم more يبقى هنعكس هنعكس الكلام يبقى ده الحل بتاعها هنجيب you دي في المناسب زي ما هي وبعدين في هتبقى more more photos than me تمام اه نمبر ايه ايه ادفايس you to study hard انا عنصحك تذكر بجد استخدم يجب عليك بقى انت هيجب عليك تذكر بجد يبقى you should تعمل ايه بقى study hard ادي جي هنكمل هنا الجملة من هنا study hard the name three farmers grow cotton in summer استخدم ايه المفروض هي دي هذه هي حتبقى capital تمام ده مطبعية نبدأ بقطن يعني هنبنى للايه للمجهول هتبقى ايه دي مضارع مضارع سحوح في الم disponible مجهول هتبقى ايه ا 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 ت يجد تبقى ايه? ونكمل ايه? في الاخر ديت. هي بقى تاني نقولها. هنبدأ بكوتن وبعدين نبنوها للمجهول بقى عشان نقل المفعول جيه في الاول. نجيبنا ايز وتصرف التالت من ايه? ندخل بقى على متحنل لبعده. ودي برضك ايه? محادسة عادية خالص. آآ آآ سامية تسألها عن حصة الايه? الجغرافيا. فماذر بتقول لها ذكرت حصة ايه? لدروس الجغرافيا كويس. فقيت لها ايه? نعم انا فعلت ذلك. آآ وراعدين ستسألها ايه? سامية سؤال او طلبت منها. فقيت لها ايس ايام ريدي. انا مستعدية. ايه يعني جهزة. لاتني ا يبقى تقول لها هل انت مستعدية تسأليني في المجموعة الشمسية فسامي ردت عليها سألتها سؤال ثاني تمام ده اسم كوكب اعرب كوكب للشمس ده الدرس ده كان علينا في الوحدات اي كوكب نعيش ايه عليه كده قرناه وفهمناه ان نشوف بقى الحل بقى اذا السؤال الاولان هنا بتقول لها انا مستعدية بتقول لها هل انت مستعدية تسأليني يبقى ايام تحوال الى هل جاهزة تسأليني كده يعني السؤال اللي بعده كما عدد الكواكب طبعا هم ايه تمانية ايت هنقول ايت طيب السؤال اللي بعده ماذر سألتها سؤال بتلاقي ميركري ده اسم كوكب is the nearest planet to the sun اقرب كوكب للشمس يبقى تقول لها ايه which is is the ونكمل بقى ايه ديت باختصار يعني طيب اي كوكب احنا عيش عليه طبعا ايه ايه اللي هو الكوكب ايه الارض السؤال اللي بعده ده المواقف بقى ايه انت عاست تفكر باباك ايه ايه ايشتري لك كتاب بيبقى تقول له ايه ما تنساش تشتري لي الايه الكتاب بيبقى ايه فاكرينها don't forget لا تنسى don't forget to buy me a book تمام number two you are invited to have lunch at a restaurant انت معزومت ايه ايه لتناول الغداء في مطعم but you refuse politely هترفض بطريقة ايه مقدبة تقول ايه بقى الرفض بطريقة مقدبة نقول ايه الافضل يعني نقول ايام افريد هنا معناها مش ان انا خايف لا يعني ايه بيتأسف بطريقة مقدبة i can't come ايام افريد i can't come حيث تقول sorry i can't come ماشي بعدين تقول سبب بقى عشان ايه الطريقة اكثر ايه ادبا i will do my homework سوف اعمل ايه واجباتي وفي اجابات تانية تنفع برضك number three you see someone smoking in the hospital شاف واحد بيدخم في مستشفى tell him that it's not allowed it's not allowed ده غير مسموح بيه بقى معناها ايه تقول له ايه ممنوع انك تدخن هنا يبقى ايه you mustn't تمام smoke in the hospital هي اللي جا بنكامل دي بقى in the hospital في واحدة تانية you are not allowed اللي هي باستخدام الكلمة دي you are not allowed غير ما اسموح لك to smoke in the hospital كل دولة صح ايه نشوف بقى الايه القطعة القطعة ما فياش اي حاجة خالص عايز كنت ايه تركزوا مع نفسكم كده وايه ايه عشان تختبر نفسك تقرى القطعة القطعة قدامك هيت ايه هنا بقول ايه هاديكم فكرة عن الايه القطعة يعني لايف بلد معناها شريان الحياة لمصر يساعد مصر في ايه كسير من حاجات كتير ايه وفي الايه ومجالات كتير ايه اول حاجة تلبس يعني ايه يروي الاراضي ويزرعهم ايه كسير من المحاصيل معلش انا بقول لكم بس بس عشان افهمها لكم we find so we find all the delta depends on يعني تعتمد على الدلتا على الايه عن نيل ايه to get a variety of plants تحصل على ايه ايه نباتات كسيرة وفواكه وخضروات which we all need to leave on بنعيش ايه عليها بسايدز بالاضافة لذلك the nail is a way to move from a place to another هو وسيلة للتحرك من المكان التاني على اساس ايه بيركبوا مراكب وروحوا ناحية التانية ships and boats السفن والمراكب تبحر around the nail to carry goods لحمل البضائع boats are also used for people والمراكب تستخدم للناس to have fun الحزول على الايه الاستمتاع يعني المتعة في الاعياد والمناسبات and enjoy boat trips واستمتاع بالايه التوارب as a kind of entertainment entertainment يعني تاسلية in addition بالاضافة الى ذلك the nail seeing the view يخليك تستمتاع برؤية المشهد which is او المنظر يكون ايه رائعة give a suitable title for this passage سهلة خالص اعطي عنوان the nail the nail number two how is the nail useful to farmers كيف يكون النيل مفيد للايه للفلاحين هنشوفها كده من القطعة ليه بقى عشان to irrigate اها الاجابة irrigate there land and grow a lot of planets بلانتس بلانتس sorry دي اجابة number two بلانتس نباتات السؤال اللي بعده number three why do you think لماذا تعتقد the nail is the lifeblood يعني شريان الحياة المصر وفي ايجيبت ليه النيل هو شريان الحياة في مصر الاجابة هنا هي as it helps Egypt in many ways and a lot of fields باختصار دي دي اجابة number three تمام اصلا اجابته القطعة كلها number four the underlying pronoun it refers to it هنا اللي في القطعة هنا مش موجودة في الدول موجودة فين هنا بقى او في سطر التالت depends on it يبقى بيعتمد على it تعيد عن النيل يبقى ايه the nail الكلمة اللي بعدها the word besides الكلمة besides بالاضافة الى هي is the same meaning نفس المعنى نفس المعنى بتاعت ايه بقى بتاعت ايه بقى furthermore بالاضافة الى ذلك لكن لو كان قالك the opposite بالاضافة عكس كانت تحتيبها حاجة تانية تمام هنشوف بقى ندخل على اسئلة القصة التوصيل اول سؤال هنا توصيل john manley اللي هو ايه المساعد john manley ده وفي يورك مساعد تانية طيب نشوف ان هين اللي هتنسبهم بعشان الاتنين ايه 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 ممكن تيضي ايه تلغبطك john manley دوت يعتبر ايه بقى ووز ابيتر الرايدر كان بيركب حسان افضل من دكتور وايد ده في رأي مين في رأي ايه black beauty يورك يورك دوت هو اللي كان في ell shalbark new hillbark مساعد جديد في ell shalbark سكوار جوردنز تشيلدرن اطفال سكوار جوردن مالو بقى كانوا بيجيبوا تفاح لمين لمريليكز اي جينجر اند بلاك بيوتي تمام ايه اللي حصل لهم ضرب الحزاء دي ده ما تنفعش يبقى الاولانية ده صح خلي بالك من الايه المعنى ويرفيد يعني اه تم اطعامهم اند براجد ونضفوهم يعني اه جسموهم اذقين فين اه في المكان دهما راحوا في ايه الحانة دي اه نمبر ون بقى دي اسئلة التفكير النقدي هل تعتقد ان تغير سلوكها السيء اه طبعا في الوقت ده ليه بقى لان سكوار جوردن كان عطوف مع الحسنة فهي بدأت تغير ايه تغير من سلوكها ادي الاجابة بتاعتنا يس نعم قلمت طبعا ان تغير سلوكها السيء لان سكوار جوردن كان عطوف مع الحسنة نمبر 2 هل تعتقد ان تعتقد ان تغير سلوكها السلوك من السهر يخبر خارج السلوك وين يوجد حريقة يعني لاه بقى هم بيصبحوا في العادة يعني افريد خايفين وقت الحسن بيبقى مش عايز يتحرك من ايه؟ من مكانه ندخل على أسئلة الاختياري تمام نمبر وان واستمتعت بالموسيقى يبارح حفلة حفلة إنما دي بازار ودي كمبيتشم مسابقة نمبر وانتبع بينما أحيانا أثناء كراءة نقطة ستوري ما أقدرش إيه أحل المشكلة اللي فيها دي أو اللغز اللي فيها يبقى قصة بوليسية نمبر ثري الربيع في أنحاء كثيرة من العالم يتم الاحتفال بالربيع يتم الاحتفال بي مبني للمجهول وكلهم مبني المجهول بس دي المعنى بقى نمبر فور الناس كثيرة تحب أن food to preserve it عشان تحفظه يبقى بيعملوا إيه في الطعام عشان إيه يحفظوه يجمدوا freeze يجمد دي الوحيدة اللي تنفع نمبر فايف I can't نقط on things at the same time أنا مقدرش إيه حاكتين في وقت واحد مقدرش إيه أركز في حاكتين وقت واحد focus نمبر سيكس what is the of the book you are reading ما هو اللي إنت بتقراه عايز أقول ما هو عنوان الكتاب اللي إنت بتقراه address دي عنوان شارع إنما title هي دي عنوان كتاب إلا إسئلة اللي بعد كده الجملة باستخدام الكلمة بينك وثين it's raining now but it's not very cold الدنيا بتشتدر وقت بس ما هيش bird استخدم إيه however however هنا عتيجي في الجملة حنشيله but دي تمام ننزل الجملة الأولية زي ما هي it's raining now لحد كلمة ناو هوت وعد نحطه في ال stop وابدأ بقى however حرف كابتل عشان جملة جديدة however طب بعد however يعمل ايه احط قامعة السطر كده اقول ايه however it's not raining اكمل it's not very cold اكمل بقى جمليتي عادل ايه it's not very cold تاني الجملة الأولية تنزل ازاي ما هي it's raining ناو زي ما هي لحد ناو كده وبعدين نشيله but حطه نقطة however حرف كابتل وبعدين however كامعة السطر وكمل بقى جمليتي دي زي ما هي ما فياش اي حاجة سؤال اللي بعد it's important to keep fit الله الجملة دي ايه فيها ايه حتة فنية نركز مع بعض اين من المهم منك تظل لقى بدنيا يبقى ايه keeping يبقى keeping fit is important هنبدأك نقول يبقى keeping fit يعني الحفاظ على الليقة البدنية ما لو بقى عشان ندي نفس المعنى is important انتهت number three i advise you to revise your lessons دي سهلة خالص دي انا هنصحك تذكر دروسك او تراجع دروسك استخدم should يبقى يجب عليك يبقى you should تعمل ايه revise your lessons زي ما هي من فوقها كده يبقى انتهى لاتعنا وانتظرونا في حل بقية الكتاب ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا